سنة 2014 تقريباً 2015 ضجت الدنيا كلها بفكرة تربية البزاق أنا واقف حدي إلي ورد اللي أنا بحترم كتير 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 الشغل يلي عمله يلي هدى لحد هلأ إذا مذكرين قصة مزرعة الحمير بيعكر احترمت شاب كمان لأنه أصر على الموضوع إليه شخص أصر على الموضوع هلأ بدي خبرنا قصته مع مزرعة البزاق اللي هي شغلة كتير مهمة والبزاق وما ينتج من البزاق مش على مستوى الأكل لتلكون اليوم رح نحكي عن الفوائد المهمة جداً يلي موجودة بالبزاق وبالمادة اللزجة تبع البزاق مشان هيك نحنا موجودين بمزرعة وبد رحب المزرعة الوحيدة بلبنان يمكن يمكن فيه واحدة تانية مش مأكدين بي إلي ورد إليه أهلا وسهلا فيك إلي يعني هيك يا كرمال لأنه في كتير شغلات يا مشاهدينا فينا نخبرنا عنكم بهيدي الزراعة المهمة جداً أنا رأيي وبلبنان بتقدر تزبط بزاق يا جماعة هالمرأة مش عم نحكي عن أكله مثل ما قلنا عم نحكي عن المادة اللزجة يلي بتطلع منه هادي المادة اللزجة هي مليئة بالبروتينات يلي بتأول كولاجين وشو قلنا كمان المادة إلاستين والهالورونيك أسد إلاستين والهالورونيك أسد هادي اللي يؤثر على نفخ الجلدي لحتى خفل التعجعي حسب كل المختبرات بالعالم لأنه أنا قريتي كتير عملت بحث طبعاً مثل عادي قبل ما إيجع على الحلقة في كتير حكي في كتير مقالات بتقول بتخفف من قيمة هذا الموضوع إنما هذا موضوع خاطئ من أهم المواد اللي تستخرج منها علاجات وتقوية للجلد وجلد الوجب الزيت هي من البزاء ومن بشان هيك بهم كتير بشان هيك حقق كتير مصالي وقال أنا كنت عم بقرأ أنه كيلو الكولاجين وبيوصل حقه للـ 55 ألف دولار 56 ألف دولار هلأ أنت شرحت لي من قبل شواء أنه لا يتحول للبودرة هادي البودرة صحيح؟ أوكي كيلو الكولاجين إذا بدك تحكي بودرة يعني بتجيب نحنا أنا المواد اللي بشيلة اللي هي السنال السلايم اللي هي لكيد تجي بتنشف هذا الكيد بيطلع لك يمكن عشر جرامات بالكل لتر تقريباً هادي الكيلو طبع هادي الجرامات معقول يوصل حقه يمكن 55 ألف دولار يعني هو اغلى من كيلو الدحاب هادي المخارنة بس ما سوف نشد filming أنا شخصياً Peb 의 بستعمله لكيد وأكثرية العالم يستعمله ليكيد متلما هو سائل لم يحاولوا ان أشوفو بره بستعمله bases الحق어야 الرومان كنت قلتي اللي. بلا شوفي لها الخبرية كانوا بنقبل بكل بساطة يشيلو البزاقة ويحطوه علي الجرح راحت الخبرية كذا ميت سنة لقدام لا وصلت تقريبا من 45 سنة أكتر يعني هلأ صاروش 50 سنة بلشوا يشتغلوا بالمختبرات على موضوع البزاء يعني لسقل اللزجة يعني البزاء هيدا اللي بيقرفوا منه كل عالم هو هيدا أهم شي فيها للبزاء هيدا اللي فيها المواد اللي حكينا عنهم من قبل الكولاجين الهيلستين الهيلورونيك أسيد اللي هن شغلات كتير مهمة وهن معظم مستحضرات الوج بيستعملوها خليني بلش بالسؤال المزبوط إذا منحط البزاء على وجهنا وإذا مشت كمان بتساعد بالموضوع لأنه في كتير محلات لك هيدا عملي الدرجة عالمية اسمها سنيل سبا بلشت بإنجلترا يمكنه بيوروب هي الفارق إنه مزبوطة أنه بالنتيجة عم تحطها المتيار على وجهك من خلال البزاء بس إنه إذا إجت مدام حطتها حطت مرة وفلت شو بدها تستفيد هيدا هيدا مثل شوية مثل ماركتينج مثل قصة ماركتينج حتى يشدوا شوية العالم بس إلا إذا حطت بزاء عندها بالبادس هتحطك اليوم عوجه مرتين ساعتها بتاخد النتيجة شو بيعمل بالمقابل أستاذ إليه مثلا أو المزارع بالعالم والمختبرات بالعالم بيقوموا بيحلبوا البزاء لأن الخبرية تزيئة بيحلبوها شو ما يعني بيحلبوا البزاء يعني بيشيلوا هيدا المادة اللزجة البزاء لو بدأت أررفكن بيشيلوا منها وبيشتغلوا عليها هلأ بيخبرنا أكتر إليه والحلو بالموضوع أنه وقت يشيلوا هيدا البزاء بيضل عايش البزاء وبيرجعوا بيرجعوا صح إليه يعني بتقدر تقدر تعيش يعني عن جد حلب مية بالمية ما بتنظر لأنه فيه أول شيء على قصة بزاء نحنا بس بلبنان بسموها بزاء وبزاء يعني بالعرب حالة زون بفرنسا إسكرجو سنيل بس لبنان عطيها هيدا الطابع شوية مقرف مثل ما بتقول لأنه البزاء هو مقرف بينما هي من أحسن المواد الموجودة على الأرض بس هي فيه كذا نوع استخراج أنا هيدا بس بدي دوّع لها لأنه كتير بنسأل عنه هل تنئز البزاء لما تستخرجوا لا نحنا على السيستام الإيطالي السيستام الإيطالي طوروا ماتيار برشول إياها بتطلع هيدا المادة وبدون ما بدون ما تنئزي وأنا عندي فيديو يحطوا عندي عنه الموضوع أنه برجع بشيل قديم الكاميرا وبرجع بغسلون وبردون على المزرعة يعني ما بيصر لهم شي بس فيه ناس مثلا بيروب بحطوله حامود فيه ناس بيكهربوها مي وخل وملح مي وخل بتموت دغري بس في منو بحطوه عاكوتون تيج نقطة حامود بصير وزاك سكوة فيها بصير تطلع هيدا الإسلايم هاو دي طرق تأزيه للبزايا طيب إذا شلنا هود الإسلايم يعني هود المد اللي سجيل الحلزونة خلينا بلش نسمي الحلزونة حلزونة وحطي نيها كمان على وجنا تثبت تثبت كمان صحية أنا هيك بلاشت مشروعي عمر أنا ما باعف إذا بدك نشود دغري بالتفاصيل أنا لا أنا بلاشت مشروعي أول خمسة شهور بعت برودكت متل ما هو نزله يعني كأنك عم تبيع مواد أولية نحنا كنا بالبات لا فصلت لواها تلعيت أنه العالم حبيتها كثير أنا ما فيه ضال عن بيع مواد أولية يعني بنتيجة بترقيد بيغير لونة بتنتزيع بدك ضلن خليها بالبراد فأنا إذا كان بدي فوت بعالم الكوزماتيكس ما فيه يفوت بهذا بهذا الاسبري فاللي عملت أنه استعملت الاسبري وانطلقت منه لعملت كل القام السكين كير براند تابعية اللي هي مبنية على هذا الاسبري أبتو هندرد برسانت يعني أنا بستعمل بالبرودويات طبعي مية بالمية هاي دي المادة مش إنه مثلا أنا بجيب كرام بعمل كرام بحط له نقطتين لا وهون الغش بسير مشان هيك مشاهدينا فيكن تستخلصوا لبعض ولاحد هلأ مهدي إلي بهذا النوع من الزراع إنه قدر يعمل من الأول للآخر من التربية لأطعام البزاق اللي يخليه عايش ليبقى وطلع البرودويات اللي بره نحن بيخدون من عنا لا يعملون قام بلش يشتغل عليهم إليم شان هيك بدي هنيك إلي برافو عليك يعني شو بدي إلك نحن وشباتنا إنه نشجع ناس مثلك ونشجع كمان أشخاص تانيين يلي بقولوا ما في شغل وما في كذا وخبار إنه يكونوا هيك خلقين بمشاريع ويضل عندهم إصرار أداء أخذ معك المشروع تلي ست سنين أنا ست سنين أربعة حاطت البزاقات عم تفرج عليهم بس لأنه حبهت هيدا المشروع حطيته آخر شانس يلي هي كانت إنه جاري بسيط الكوزماتيكس وحمد الله من وقتها الله يعني هيك بيوصلك على الهيوية برجع بسيعدك من وقتها كان هو اللي خليني ضاين وهو السبب يلي كل ما زارع البزاق باللبنان سكرت ما بحق ذكره بهيدا الوقت هو تقريبا آخر الموصم كان إليا عم يخبرني هلأ خليني بلش خطوة خطوة نوع البزاق هو منه بزاق البلدي مش هيدا البزاق يلي نحنا منجيبه لا هيدا البزاق أهم بكتير لا استخراج الكولوجين أو المتيار المادي تبعه من البزاق البلدي في أكتر ولا كنوع لا كنوعية لأنه هي بتفرق مثل ما بيفرق حليب عن بقرة مغزاية بقرة مش مغزاية كمان هيدا بيلعب دور كتير جربتوا تربوا من البزاق البلدي اللي لعنا بيهربوا بيموتوا جربتوا من اليوم مرة في كتير تصبروني حتى بي مرة حطوا بجنيني اهه خطفوا بيبخروا دغري وقتا تفاجأون يعني نشوفوا البزاقة كتير بطيئة صح الشيناهر إذا شفتوا شي بزاقة بالجنيني حطوها حتكون غيبيو لكم خمس دقايق سبع دقايق جاعد طلعوا وين صارت لقوة مزبوط لقوة مشت وفي صوت كمان للبزاقة بيعملوا هكي صوت هيدا البزاقة البلدي هولي بس تجيب الليل كله عم بيأكل تسمع اللعوسي اهه تسمع اللعوسي شوي لا هين عم بيأكل عم بيأكل عم بيمضغوا اوكي طيعي عم نشوف نحن حد السلق قلتلي خليني جيب أول شي بزاقة لقلكن الفرق خليها هيدا 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 البزاقة الايطالية هي منشقة ايطالية عملينا بأوروبا بس بيربوا منها تلاقوا الاوروبية هيدا البزاقة يعني اكتر شي مش اكتر شي هي الموجودة عند إلي هون كان عم بيأكل الكولاجين حتى شوفوا هيدا السويد حواليا كان عم بيأكل إلي هي شغلة كتير مهمة صح فيها هي مش هي البتميز يعني هي شوية بتشبه البزاقة البلدية بس هي جاية بين البيضة وبين السوداء واللي لأنه عطول فيه ناس بتشكك وهيدا عم بيحكي لا نحنا بلبنين ما في ولا بزاقة الجلدي تبعها يلي بتفوت بقلبها يعني الجلدي اللي محوطة اللحمة سوداء هيك بتميز هيدا النوع من هذا البزاقة بالطعمة اسمه أليكس أسبيرسا ماكسيمو أوكي صعب مني عندها بالطعمة هي متل طعمة السوداء بس هي كبيرة متل البيضة يعني جامعين آه جامعين لتنين يعني بيطاروت السوداء البزاقة السوداء ولكن بحجم البيضة وقلتلي هي بتكبر قلتلي هي كمان بتكبر حجمها بتكبر هل هي ساعة بنا نحن شلنا باخد الموسم بس إنه بعد توصل بتصير هيك انت بعدك تشتري من بره ولا بتشويز لا خلاص أنا شلت هلأ من دهن وسقيله من دهن وسقيله مشان هيك عفوا المشاهدين يعني مضطرين نكسر خصوصية هالبزاقتين عم يعملوا ايني ويني شوفوا كيف يتجاوز البزاقات حت بعض وقلتلي ايني ما في دكاروا انتية بالبزاق ما في دكار انتية بس هن بحاجة ليتجاوزوا ليفقسوا يعني ما في تعمل اتب شو بيعملوا بشو متل مشييف هيدا هو هيدا هو هيدا 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 هزا بديفوت معك بديتيلز أكتر هن البزاقة بتنقق التانية يلي عندها سواحدي عندها أعضاء الدكر بتنقق يلي عندها أعضاء الانتية ما بعرف كيف وينوصلوا بهيدا الشريط يلي انت شايفو هون ويضلوا 24 ساعة هاي 24 ساعة يوالي بيجرعوا بيفكوا عن بعض وقلتلي مش فوق بعض مش هيدا عجام بعض خلص ايه تب لايكوا حتى البزاق البلدي هاي مفترض ايه مجهدين خمسين الف نوع بزاق فيه كنت عن بقرة عم حضر للحلقة كتير بفرنسا 250 ألف طن بفرنسا بسهدكم البزاق وبإسبانيا كمان إيطاليا معانو الإيطاليا جربوا يشتغلوا معنا بس هني العخل بأوروبا يعني هني 40 ألف 50 ألف طن هني العاملين الشرك بس هني عاملوا أبروتش يعني مع اللبنانية أوكي شو في الشغلات بعد نخبر عننا العلف اشتغل علي عمل كمان طريقة استخلاص المادي عمل طريقة إلي إلي أنا بدي هنيك يعني جماعة اليوم خبرية حلوة كتير وجديدة كان عم يقولي إلي إنه إذا بدي بيح من هيدا النوع للأكل حقه بفروق صراحة لك أنا نحن حكينا عن شئ السكينكير ما حكينا عن الأكل ليه أنا ما ببيع للأكل لأنه بكل بساطة هلأ أنزال على السوق بلقوا طون وبيبيعون 200-300 ألف الكيلو أنا لأربح 200-300 ألف بدي بيعوا بمليون لأنه عندي مزرعة عندي قوست عندي بتعمي أكل اللي بيبيع اللي منوحاتت شي رايح ملقتون جاي بيعون بالطريقة فهذا الفرق بس طيب على مدار السنة إنت قلت لي في هاي الخيبة الشتوية تحت أكيد مش هم جرب عملتها ونجحت معك على مدار السنة حتى ما أخسر وقت عظيم السلق ما يغشوكم هؤذي السلقات السلقات هني بنقضوا منهم وهايك ولكن غذاء كتير معامل خلطة إليه يشتغل عليها يعني لقل لكم شغلة ست سنين إليه يجرب يشتغلوا يشتغلوا لحاله يعني فيه ناس فاتوا بمشاريع تكلفت مثل ما عم يقولي إليه عشرات ألوف الدولارات كرمال يعملوها ولكن استسلموا مع الوقت بسبب الأسباب اللي تلكم عنا إليه يكمل فيها خليها تكون حافز على فكرة إذا أنت عملتها يعني فيه كتير ناس بقدر يعملوها أنا رأيي هاي دي زراعة أو تربية هي شغلة كتير مهمة وكمان تقدروا